الشوت الاول ده خالص وبصي المحسن في الشوت التاني اللي جاي حتلاقي محسن تاني خالص يعني هتعملين ان شاء الله حلعب بقى اداء مختلف فرجنا ابو تريك ابو تريكا ابو تريكا مين مش ده بتاع الزمالك ده عمك البنين اللي جابهم في امبي دول اوف سايت وتلوع قاود كمان بس الحكم عداها وجابوها في الاعادة وفي الاعادة انفادة وده احنا بنعيدها يا خوفي لنخوش شوت تالت وشوت رابع شوت تالت ورابع ايه ده انت الهدف الزهب الوحيد اللي في حياتي اللي بالعب عليك والعلمك بقى انا لا عايز لعيل ولا تايل اي نعم انا كان نفسي في الخطيب التاني وتجبلنا عيلين كده في بطنه واحدة زي اه عدلوهاب السيد ومحمد السيد ورسل مرمض طول سمالك دول بس خلاص الاحتراف دلوقتي ما خلاش نفسي في اي حاجة هو عيل صغير اجيبه في مدرسة الكرة واقعدوا معايا هنا وادربوا سنتين وابيقوا واكسب فيه وابقى زي الفول لأ وانت بيع قوي بس النهاردة معجاي شاري يعني خلاص يا محسن طلقت الست الحايزابونة دي خطفت الرجالة اهياناري السموية لا متكمليش خدت الكارت الاحمر وحتقعد على الخط ماتشين يعني هتنزل تلعب داني لا مفيش لعبة تاني مفيش فروت في حياتي غيرك يا جميل يعني خلاص يا محسن هنسبت بتشكيل ده ومش هتحن للي احتياطي هتحن للي هتحن للي كتون حياتي تسمعيني بالنزمة الحلوة دي دي كي سيمونير لا هتحن للي سفارت بداية عمر قول لي يا عادة ايو ماما اقول لي كيه بالظبط انت بتحب سنة يعني عايزة الرد ده بحبها كأختي ولا كإنسان يعني هي حتفرق ايو يعني الرد اللي انت عايزة مني دي عايزة ان هي كإنسانة ولا كمثلا واحدة معدية وخلاص ما تقولي عادل طب يا ماما يعني انت عايزة رأي ده بحيث ما يطلعش بره ولا هيطلع بره يا خرابي يا خرابي انت دي قد خلقي ايو ماما ما لازم اعرف ايه المواصفات بتاعت الطلب اللي انت طلبها يعني انت عايزة تعرفي رأيه في سنة اكيد طبعا ما بكرهاش يا ماما كأختي لكن لو انا انسان معدي وهي انسان مثلا جارتي زملتي يعني بتحبها يبقى حس كده بقى مش نفسك تأمن مستقبل اختك طبعا يا ماما نفسي يبقى لازم ناخد احتياطاتنا عشان اللي حصل لها مع محسن ما يحصلش تاني واللي تلسع من الشربة اه معروفة دي اللسانه بيوجعه يبقى لازم ناخد احتياطاتنا نقطع لها لسانها يا عادل اتكلم عيد الامال خلاص نشير الشربة من قداما طب انا مش هتكلم في حاجة تاني معي يا ماما انت عارف يا ماما موقفي من هباب محسن ده لا بطيء ولا عايزة شوف كلقيته بما انه بقى هو اللي جه وبيتحيل علينا لازم نشرط ونتأمر عليه كمان وان كان ليك حاجة عند الكلب اه اقول له يا محسن معروفة شوف بقى الراجل لما يدفع دم قلبه في الجواز يجي يفتكر القيمة ويقول يمين الطلاق الكلام يوقف في الزوره صح يا ماما خلاص انا بقى هعمله قيمة خمس صفحات فلوسكان يفتكر بقى المؤخر يعمل خده مداياس حلو يبقى وفرنا سجاجيد برضو يفتكر الشقة يجيب وراه بس ونكون احنا بنشو لحمة مثلا وراه ولا حاجة يقوم هو راجع على السياخ مخلاص منه فهمت بقى يا عادل انعوزة ايه؟ طبعا يا ماما فهمت انا شوي زي الخروف مقدم ومؤخر وشبكة وشقة يا مهرسوح ده حبيبي محسن ده انا ما اسدق ان تقمنه وبكده نبقى اقمننا مستقبلها اه ودمرنا مستقبلها يعني انت عايزنك تبلقى الشقة وقيمة العبش واتعورني في تلاتين الف جنيه مؤخر هو كده عاجبك ولا مش عاجبك انا يا ابو ناسع ايه ده وفيت عقود كده؟ اه بس في حاجة كده مش مظبوطة في خصوص التلاتين باكل ايه ما ينقصوش مليم عاجبك ولا مش عاجبك يا عم انت اختك ما بتحبش رقم تلاتين احنا تشوت عندنا في الملحب خمسة وأربعين دقيقة الحكم بيحط عليهم خمس دقايق بدل استقبال كده يعنى كله خمسين خمسين الف جنيه مؤخر اه 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 ا 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 mini كنت هسيبها تلاتين على مارش الباسكت مش كرة القدم يبقى خمسين ألف جنيه يظهر إنك نسيت قواعد اللعبة لا ما نسيتش أنا لعيبه لعيب جامد طب شوت كده؟ هشوت العزمة في ايديها العزمة والشابكة كمان في ايديها إيه إيه ده؟ طيب مش معقولة هتدخل على عفشة قديمة أنا ما حبش المارشات المتسجلة لازم العفشة يبقى جديدة يعني على الهوى مباشرة هنزلها ستاة دومياد تنقل نابوليا اللي هي عايزاني الكسوة كسوة ايه؟ كسوة ايه؟ ما تبقاش لعيب محترف خلت الكرة ودخلت بيها على الثامناشر روح تراجع تاني النص المرتب ومع ذلك كل أنواع الكسوة المدارس، دخول الأعياد، كل ده عندي مارده بونسب؟ تعبت صح؟ نعمل هفتايغ لمونة حتى يا عدولة بقى لك كتير ساكت وفضل دقيقة والماتشي اخلص ايوا بس الجن بيجي في لحظة برضك الماتشي مقري واللعيبة تعباني قصدك ايه؟ انا ما اتكلمش عن الماتشي ده انا باتكلم عن الماتشي اللي في تلكيزيون طيب بص بقى من الاخر هتكتب على نفسك وصل امانة بمليون جنيه عشان لو فكرت بس يوم تدايق سناء هرفع عليك قضية بوصل الامانة ده واحبسك لا لا كده بلي وكرت احمر كمان سماتي سماتي اخوك عايز يعمل فيه ايه؟ عايز يجيبلي رباط صليبي اصابة تعجزني عن الملاحب بعد الشر عليك يا محسن وهو ازاي يطلب منك طلبات زي دي ده كل اللي بيحصل ده ما يجيش حاجة في الماتش اللي بيني وبين اخوك عادل من يوم ما عرفتك ده بيتبرشت علي وماشي يتكلم علي في كل حتة اقولك على حاجة ده بيجي القهوة هنا بيطلب مشاريب على حسابي بيقوله يا حتة على حساب محسن وادفع يا محسن انا مش بقول كده عشان اسخانك يعني مش محتاجة تسخين انا اكتر من كده هو ازاي يتجرق ويعمل كده ده غير كده بقى ماشي يلبلب علي في كل حتة وقالب علي الدنيا وانت عارفة انا راجل اللي عيب كورة ماليش غير سمعتي وسمانتي اللي بجيب بها جوان وبعدين انت مراتي برضو اللي يلطني يلطي ده ليلته سودة بس لما اشوفوك طب انا هقولك على حاجة حصلت واحنا بنلعب في الدورة الرمضانية دورة كبيرة جدا وكنا بنلعب نادي عريق جدا اسمه نادي سياخ مبابا عارفة؟ لا مش مهمة قال علي ان انا باخد منشطات رياضية راحوا كاتبين في مجلة الحاقط اللي في مركز شباب مبابا عارفة؟ لا مش مهمة ان انا بقيت هاترك كماوي صالت يا نفسي؟ اه وغير كده كتير كتير بس انا برضو عايز اقولك ان انت اخوات وعمر الدم ما يبقى مية اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه سواء استمرتي معايا او مستمرتي ما تقوقوش ما فيهاش قوق دفترة عليك وانا مقبلهوش استنى علي استنى علي يا عادل بس لما شوفك مرسي يا طنط طبعا قديك اسمعتي كل الكلام اللي تقال يعني اكدب وداني السصت ابني والودان وداني والجهاز جهازي وبيسجل صح وديك اسمعتي كل حال احنا كل اللي عايزينه بس ان احنا نقمن مستقبل سناء وبالمعقول شوف يا طنط كل الكلام اللي قالوا انا هعمل قده مرتين بس لازم حضرتك تعرفي ان كل برغوت على قد دمه وانا راجل جاي شاري عايزيني يقولولي اهلا وسهلا مش عايزيني يقولولي توكل على الله يا اخويا ما تقولش كده اللي فاتمي جايز بالنسبة لحضرتك مات انما بالنسبة للاستاذ عادل لا زالها ينبط انسى كل اللي قالوا عادل خالص هنقعد مع بعض عادة تانية ونتفق وبالمعقول وانا هدفع فوق المعقول بمرتين كمان ها انتو طلباتكو ايه يعني الست منين عاوزة تحس بالاميل عايزة تقمن لها خط الدفاع يعني الشقة تبقى باسمها كمان الشقة تبقى باسمها حاضر بس طبعا حضرتك عارفة ان الشقة دي واقف من ايام الضزوي ومختار التيتش ان شاء الله بعد اربعين سنة لما القرية تخلص هكتبقى لها باسمها كويس قوي طيب والقايمة حطوا اللي انتو عايزينه في القايمة وانا هحطها قدوا مرتين شفت انا حلو ازاي حلو قوي بس يعني ما نتكلمش في القايمة دلوقتي الا ما ننزل مع بعض ونشتري العافش على اقل اقل من مهلكم طب والمؤخر دي حاجة مفهاش فصال طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده كلام زي الفل مفهاش فصال بس ده امتع في حالة لو كانت العصمة في ايدي انما انا بقى جدعانة مني هخلي العصمة في ايديها تعمل فيها اللي هي عايزاها تطلقني وترميني في اي وقت شفت بقى انا اجدع منكو ازاي عدك العيب تشرب حاجة ساعة انا بموت في الحاجات الساعة وبالذات العصير اللي انت بتعمليها طبعا يا ريتشو هاتشاي سخني استاذة رانيا ممكن اتكلم معاكي في موضوع رفاية لو سمحكي اوكي انت جابت الكلام ده منين انت عايزة تبتلع عليه وخلاص محسن كان بيسجلك على الموبايل بيسجلك يا خفيف تسجلي؟ ماشي النادل الجبان طب انت ايش عرفك ان ده صوتي؟ يعني وانت تعرفي صوتي منين كنت سمعتيه فين؟ ماشي المشكلة يا دولة الخوف لا يكون مسك عليك صورة مسك عليك وانت عمري خليك تدخل بيني وبينوفتي بقولك ايه؟ معقولة هاتصدق واحد نذي زي ايدا واتجدب اخوكي اكذبه ازاي؟ دمت صوتك خرم وداني وهو طالع من الموبايل الف سلامة لا مدام خرم ده وده نهب اكيدا عن ده حق يا دولة بحب زراحة ولا انت بتدخل ايه؟ مش عايزك تنتق خالص ما تنتقش ايوه اهو؟ صح يا يا رمزي؟ صح تقوله كده انت غلطان وهو عنده حق وبعد بحقه لا انا محايزك يعني هو كان بيسجلك انت بتعمل ايه بالزبط؟ دع ما يكون بعمل ايه يا ابو تخلف؟ انت كنت قاعد باشها بالامور اه كده لابساك لابساك ما تغيرش الموضوع انا مش متضايقة من انه كان بيسجلك وانا بيسجلكش انا متضايقة من الكلام اللي انت قلته اه قلت ايه بس يا سنائة يا سنائة حبيبتي انا بأملك مستقبلك يا هبلة مستقبلي انا قادرة بيه يا عادل انا فاهم ارتب مستقبلي ازاي؟ انت بتكره محسن وعايز اطفشه دي طلبات تطفش مش طلبات تأمين الله عليك الله عليك طلبات تسمين ربنا خليك ليه يا دولة؟ وبعدين انت يا هبلة انت مش متسبي اطفش يمكن يجي لك بكرة اللي احسن منه ولا ايه اللي احسن منه؟ بص عشان تبقى فهمل ايه اي حد في الدنيا احسن منك لو معزم حبيبتي هتبقى احسن منك خلاص؟ انت ايه دخلك بيه وبين اخوي انا وخيره بنتكلم ما تتدخلش بنا بس يا سنائة خلاص 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 بيه حرام عليك كده كده سنائة الكلام اللي انا قلت قولت ده مش كلامي ده كلام امك اصلا كلام امي؟ مش ممكن انت كذاب انا امي لا يمكن تقول الكلام ده قالت الكلام ده وخلاص لو مش عايز انت بقى تصدقي ممكن انت نروح لها ونسألها بالنفسير لا هتفضل تفضل يا جماعة هوا ده الكلام يا جماعة يلا بنا نقفل البزر ونروح حتى ماذا اقدم يا جماعة نقفل البزار ايه ودوقه تشوفتم يا جماعة انا انا انت اتدخل في حاجة زيب ولا نظف البزار على ما يجي يلا نظرته دولة ووسخه ونظفه تاني عرف الا ما ووسختهش علم عرف ايل الحسال لك يرضيك يا دخل اسمين أمال حيامل إيه في جوازة ياسمين المسكينة لا يا سيد محسن هو جوازة ياسمين خادعة للتخطيط المبدئي وهي إسر التنفيذ القوى ما أنا بغسلها من وجهة نظر خماسية الأبعاد لأنه أنا بدأت أماهد لها من دلوقتي بس السؤال بقى هو هل عايز يعمل معايا في جوازي زي ما عمل في جوازكو؟ هو عمل إيه في جوازنا؟ كتب الشعب اسمك كتب الشعب اسمي؟ لا 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 يا سيد محسن ده أصداكن يتوقف على الثقة المفرطة بين الطرفين والتي لم يكن عليها أي نوع من أنواع الغبار أصله عايزني أكتب الشعب اسم سناء إنما طبعا حددك هو معك بوضع تاني تلاقيه كاتب لك كل حاجة ومثبتك في الأيمن هو الحقيقة يعني كل الهيكليات المادية في الوقت ده ما كانتش بتعنيني لأني كنت بنظر لها بنظرة مختلفة شوائد يبقى أكيد مظباتك في المؤخر المؤخر ده مهم قوي على رأي يومي الست المؤخر لا يقدمها لا يأخرها لا هو هو المؤخر ما كانش مفتعل كان كويس في حدود تلاتين أربعين مثلا؟ لا تلتمية بسم الله ما شاء الله تلتمية ألف جنيه ده سكر عالي قوي تلتمية ألف جنيه لا خالص ده كانوا تلتمية جنيه لا ده على كده بقى بيحبوا اختو سناء قوي أكتر من حضرتك ده طالب مني مؤخر خمسين ألف جنيه وعلى رأي يومي الله يرحمها يعني كل ست وعلى قد ما قامها تفتكر برضو قصة محصل؟ أصلها قالتلي على قد ما أتذكر اللي بيجي رخيص بيروح رخيص ماشي يا عادل طب أقول لك على حاجة بقى تصدق شايلها في قلبي وكتناها حتى الشابكة حتى الشابكة تشاركنا فيها لا إله إلا الله اتشاركته في الشابكة ويا طرى إداكو أصل لا بدنيش وصل لا يا ربيض ماشي يا عادل يعني سناء أحسن مني أنا أنا ما قلتش الكلام ده ده الموضوع يعني جاب بعضه ومع ذلك يا ستي اللي راح راح واللي جاي جاي انت هنا انت هنا يا استغلالي اللي بتستغل التكنولوجيا البريئة أسوأ استغلال بتسجلني بتسجلني يو هو موبايل هو حر فيه يا أخي الكلام في البيت ده مع ماما يا ماما يا ماما احضرينينا يا ماما إيه يا جماعة إيه فيه إيه إحنا عيلة لازم نستحمل بعض وإذا كان هذا الغلط الغلط مرضوح وأنا قلبي كبير ويا ما سمعت ويا ما حسبت له جوان وهي كانت قفصاية قفصاية انت أصلا داخل العيلة دي متسلل إيه ده بس عشان نعرف نتفاهم ما تخليش الراجل يزعج منك أكتر من كده الطلبات اللي أنا قلتها الطلبات معقولة جدا يا سلام وإنت عملت كده في جوازتك آه آه صحيح يا أنت منزل بايك يا عاي انت زي ما تكتبش الشعب الاسم يه ما كانش معاه آلم هههههههههه 缓 هلان ايما عما منزلت اجيب آلم كان& الورق خلص ههههههههه يا سلام يا سلام ياه يا إخي على مباراتك الهشة التي تفتقد كل المعاني مشي كده سخنة الدنيا عليها يا جبان حلو قوي انت قلت سخن انا لسه ملعبتش لا العب براحتك ده انت لسه هتشوف وانت لسه شوفت حاجة هشوف انا لما اتجوز اختك هتحس بالفرق بين عشتها وعيشت مرات اخوها و هتحس انها هدي ايه ستة متساة ستة متساة ستة هاي متساة ستة انت مش عارف تقولها اصلا شوف بقى استاذ مين اللي هيجوزها لك الست دي جراء ايه يا عادل انت عاوز تخرب على اختك وخلاص هيا كلمة واحدة لا اما ينفذ الشروط اللي انا قلت له عليها لا اما مفيش جواز من اصلا وهيا كلمة واحدة اللي بقول هالك يا عادل ما حدش يتحكم في جوازي ولا اقول ينفع ولا مينفعش غيري انا انا ارفض ارفض ان اي حد يتحكم فيه خارجيا الله الله و انا كمان ارفض الاجنابي يا سلام خلعتيني خواجه انا مقسمك بقولك ايه خليك معايا انا انا ايه ترى ما كدبتش اشاقة باسمي والقايمة والمؤاخر هسيبلك الميت واشي عادل الجون الاول وتسلني كاسمي مزاعة للناس منك وبتقويني كلام ما قلتهوش ده الوحدة تحرم تتكلم معاك اكثر اه الجون التاني واجدل بتراح بص يا مصر جهز امورك ورتب امورك براحتك واحدد معادي الجواز واول ما تجهز شاولي كده حاجيلك بشنطة هدومي الجون التالي هاتريك بس كيماوي يلا حل استعد بقى وعد ساخن للمدش الجاي موسيقى 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 اديني هدانك بس ولا انا مش نقصة خالص ابعد من وشل الوقت السعال يا رمزي يا دولة دواك عندي دوا ايه يا عم الأجزخانة طوعني بس المرات يا دولة بص عارف لو قلت الكلام تافي هعلقك من فتحة مناخيرك في السقف انت فاهمك؟ ماشي يا موحسي ماشي يا موحسي اوه قديك قربت يا دولة اهو اسكت مش تلع الواد محسن ده تلع ما بيخلفش ما بيخلفش؟ ده طلق سنة مخصوص عشان هي لم يتخلفش انت عارفت الكلام ده ازاي انا انا اقول لك يا دولة اصل انا صحيت الصبح يعني لقيت نفسي مش مركز كده ايوه يعني وانت من امت صحيت مرة لقيت نفسك مركز المهم خلص المهم يا دولة دخلت الحمام بقى اه ساكت ليه؟ اصل انا طولت جوا اخلص ما دمقت العريق في الحمام يا دولة اسمعني بس انا يعني وانا قاعد جواه الحمام افتقرت ان مرات محسن ساكنة في حتة انا عارفة هب خدت نفسي وطلعت لها خبطت الباب فتح الباب نزلت المشاريع اه طفحت وشرفت اخلص طلقها ليه عرفت يا دولة هو ما طلقهاش ده هي اللي خلعت وقدته رجل يا دولة عشان طلق ما بيخلفش بقولك ياه هارف يا لها رمزي ايه الكلام ده معناه ايه؟ معناه ايه دولة؟ معناه ان فراط وفي الوقت الضايع وانا يكون فاضي وروح ترزعها في المص الدون الجبان اه دي بس اه دي هو جاي دلوقتي حالا جاي يا jeden امريدا يا عاجل لا 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 الغل والبرل اليدى والحاجات دي كلها امسك نفسك اول ما هيجي مفجر في عرفوك سلم سلم يا وجه لا 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 الدي خالص اعودي اسم اعودي هنعمل له خطة اعودي امسك هديا خالص اهلا 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 زكى مناسب اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا سلام منور البيت والله منور المنطقة والحتة كلها افضل افضل احب الروحة يا بايا مقولوا اعتراف بها الهزيمة دا شيء ضروري خطيب ايه اههههaha احصان بتوع عيال وكلام دا معقولا يا حبيبي في جواس في الدنيا من غير عيال يا حبيبتي الاعل هيلخمونا mano اجد plan انا احبك انت تحبني يا دون يا واطح؟ بعد ما التانية رمتك في الجزمة و رمتك زي المتظ MilkyAbe فليل تنحذنك يا جبلا دي ا Salz يا بازك أيوة ودون 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 وregon46 و�것도 ويودون هذا هو انا من أسبين بالنص الملعب ونص الملعب فاضي عادل عادل قم بص طق ما بيركس حراري عني خص مربعين في المال بيركس ايه بس يا رانيا اللي انت جايبيه ما احنا عندنا حلل استنلس يا ماما ولا هي مصاريف زيادة وخلاص ده مش لينا ده ليسمين ياسمين ايه قرفانة تأكل في الحلل على فكرة بنتي ياسمين بنتك دي فيها الداء بتاع امك الى احهاتم تبك على طول الله حاجة لا يا رواحي ده علشان جهاز يا جاسمين ان شاء الله لما تتجوز لما تتجوز وفي عريس تقدم ليسمين انا معارفش قابلها فين بقى فالفصحة ولا قابلها فرحلى الجيل انت متجأزة نه انا مضاه الزرش يا سبتي انتي اساسا لسا متجوزة ياسمين على ما تفكر في الجواز قدامها بتاع الشيس انا بايركسين الوقت يلا 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 رجعين رجعين عادل عادل اسحي عادل اسحي عادل دا والسكر والضغط وبعدها بروب يا ساعة الحباء الحمرة والخضرة وبعدها بعشان دا يدوى الكحة اسحى يا عادل يلا عشان دا والكابت ما تقومي عادل بعد ما ضيعت ظهرة شبابي في التعليم والتدريس خربت من تحت يجي مهندسين وزباط وصنايعية وفوعلية مش راين عليهم يمدوني ولا حتى سنة هي بتقول ايه؟ الظاهر والله اعلم انها بتشتم بتشتي؟ يا لهوي قفنوا الشبابين ما عقيمني قبلها محاسن بقى بتاعة الاقتصاد المنزلي ما دولها سنتين وانا كنت طمعنا في ست شهور مردوش يدهاني ايش معني قبلها محاسن؟ عشان ما ربط اليوسفان دي يقول لنج هي بتقول ايه؟ 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 تدور على السفنة ميل اللي وعدة؟ يا ختي والله نظري ماه جاهب ايش بابا دا؟ انا مش قلتلك تبقى تقولي عشان اجي سندك مادام قالت بابا يبقى عادل ابني اللي وقعت لحبيبي ماما دي تبقى رانية ايه اللي وقعت يا حبابتي؟ هيا يا مشكلة هالسلمة المكسورة دي انا قلتلكم مئة مرة صلحوا السلمة انتوا ما تسمحوش كلامي دي سلمة ايه يا خلل سلمة ايه يا خلل انت مش عارف كمان انت فين؟ ايوا السلمة هي بتاع الكل يوم اللي باعها فيها دي حيقول لي السلمة تاني يعني انت دلوقتي عالسلم عند مدخل عمارة يعني؟ طب ايه بنوع السلم يا سلامي يا لطيفة نطيفة جدا引عار وإنت يا يا سمينة مارحتيش الجامعة النهاردة ليه مه? ايا بابا انا اتخرضت واخدت حقبتين في علم النفس البروسيكولوجي يعني اتخرضت طب ماش تغلستيش ليه مه? نظرا للماركتنج البشري المتعطل اللي وصل لتالاتة بهليليون نسمة مفيش فروز عام الفيح يا انهى ربي اصب equations ما تلاتة بهليليون ده نيجم التحريين محدش يعرفين ايه م bleeding رق بكرة و الله يقول ده مستنساخ ده احنا بكرة ممكن نبقى تهرلينيون لا يا بابا بقولك كل فمتو ثانية في مولود بشر جديد بيت ولد كل فمتو ثانية ما شاء الله بقيت يتفتي في كل حاجة زي يومك كمان اهم يا بابا هيسم جاي النهاردة عشان يقرأ معاك الفتحة يقرأ معاك الفتحة ليه ما بيعرفش يقرأها الواحد ولا ايه يا عادم ازدفت اللي اسمه رمزي ما جابش رجعته الطرط لحد دلوقتي ايه ده انت قلت لعم رمزي هذي النيلة بقولك ايه يا بابا انا بصراحة بقى خايفة العريس يشوفه من الاخر انا خايف هيعرينها ومن ناحية هيعرينها فهو اكيد هيعرينها بس انا من ايه يا اسمين يا بركي اهو ابن عم من خمسة واربعين سنة نفسيا مشيه كل سنة ولا مشيه السنة الجاية وما بعرفش عموما انا هتصرف ما تلاقيش يا اسمين اه انا هقوم بقى ايه اخد الدش الالكتروني بتاعي وانبس ودومي واروح على الهرب اوه اوه احشد و 分صد استوى الرمز مين ده يا اخت؟ اه ده ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين بسم الله يا مشاهده طربعار زين ما اخترت يا ياسمين البيت طلع عزقها كده حلو زي ستها انت ايه اللي عخرت لحد دلوقتي يا مني اصلي المنتط عطل في العون زين ما بقى بقى برسطات انا والحد دقونها فقري فقري طلعوم لك وما لكش حظي يا رمزي رمزي؟ اسم العريس على اسم ابن عم ابوها اسم مش قان بقى القوان يا نقنق يعني احنا عايزين نبقى ختاموها مسك وبصراحة كده يعني من الاخر انا نفسي يعني اخر تلتة شهر في حياتك ان شاء الله تعالى في حياتك؟ انت هتفضل ادخل كده لحد امتى ده انا كنت عايلا نولو كده برضه وانت شاحت كده بتروح المدرسة حياتك ايه؟ محذر يا نقنق بقى قولي جهزت نفسك جبت كل جهزك كهربائية ولا لسه جخلي زي منتك جخل؟ ايه من ما جميعه يا نقنق يعني شوفي بقى متجاز اتنين شو علم سبطة اتنين شو علم سبطة وتلفزيون ملون يا نقنق واربعتاشر بوصة وتلاكة ديك في ريزر يعني ومكرتلهم في المغزل ومستنيين سيدة البازار ليه هو انا حقشت في البازار؟ لا ما تلمي بنتك يا انعام دي عايزة قلتش عريش البيت عايزة تعنيشها زياها معا كده من سكتي انكشح انا اتطلقت مجيدة يا مجيدة سمع يا اختي ولا مس سمع بنتك اتطلقت يا لاهوة يا انعام ابنك طلق بنتي يا لاهوة يا لاهوة دي الداهن القادرة كويسة مستحملة لحد كده اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضلي يا اختي اتفضلي انت والارباع اللي نعتب انت بطني انضمن المنتخب القاوم اتفضلي آه، الواضي، الواضي اللي يخرب بيته صلاني صلعة الثالثة منه لله والثالثة تبتة، اوعى يا اخوة الكشر التبتة يعني قعدة معانا على قلبنا مش هتتحركي آه كبرت يا ياسمينو بقيت عروسة ما شاء الله بس ايه ده؟ انت لا شبهي ولا شبه امك عارف انت شبه مين؟ شبه جدك الله يرحمه اوه العرق مدل سبع جد يا بابا وكله في الجنات علم الأجنة بيقول كده امم، وانا صحيح كان نفسي في ولد يشيل اسمي في الرخم القوم بتاعه بس يلا بها وكان هيعمل لي برضو اللي انا نفسي اعمله ومعرفتش اعمله في حياتي يعني كان هيعمل ايه زيادة يعني يا سي بابا؟ على اقل كالرفاد لرمزي بس يلا انت عندي يا ياسمين بالدنيا كلها ما تقلقش يا بابا على اسمك ليك علي اول مولود هخلفه هسميه عيني ايه ده ايه ده ايه ده؟ اول مولوده بس؟ لا وتاني مولوده كمان زيادة في التأكيد ايه ده يعني انت موفق يا بابا؟ بس اهم حاجة بقى في شوية نصايح ما قبل الجواز اه تقصد كتالوج الجواز عموما اول نصيحة بقولهالك بقى يا ياسمين يا بنتي اوعي في يوم من الايام تفكر انك ترجع البيت ده تاني طبعا يا بابا استدت منهاش اللي بيتها مش دي النظرية قصد انت لو رجعت البتة تاني الاودة بتاعتك انا هحولها لصالون ادبي وده احد احلامي يعني ما تخافش يا بابا انا اصلا ما صدقت اخرج من هنا فاستحالها ارجع ماشي ثانيا وانت بتوضبي بقى الدكورات بتاعت بيتك حاولي اقتراعي ان يبقى فيه اودة فضية دايما ايه ده ليه يعني يا بابا؟ عشان امك لو اطلقت يعني وده بابا قبيعي لان صراحة استحملتها كتير قوي بعدين هي عملالي فالحوسة الوحيدة اللي ما اطلقتش كل اللي في البيت اطلقتش بس ايه ما عمرتش حاجة يعني يا بابا يا سلامه هم الباقيين كانوا عملوا حاجة ده كاس كاس يا سيدي بابا متاير عالناس كلها عادي يعني ثالثا بقى وده مهمة قوي انت طبعا هتخلي في ولد انا متأكد انك هتخلي في ولد الولد اللي انت هتخلي فيه ده بقى يتربى مع جده يا سمين ايه ده ليه يعني يا بابا؟ من فضلك يعني اديني فرصتي ان انا اربي ابني بنفسي فرصتك ايه؟ ما نديتك فرصتك ان انا جيتي للدنيا اصلي يعني وبعدين ايه ادتك فرصتك وربيتك وعلمتك وأكلتك وشربتك لغاية اما النهاردة هتتجوز اهو خلاص هتيل الولد انا ربيه ويحقق معايا كل الاحلام اللي كان نفسي حققها اتنين جوافة جيلاتيني وزبق قليل وازازة ما يتقبار معقمة فيه اكسوجين بناكهة الكباب والكفتة حطتوا تضربوا اتنين في السريع؟ لا لا انا عمنا دائم ياسمين اه انا مش هقدر اجيب بابا النهاردة وبعدين اجيبه منين ده انا اساسا ما شفتوهش من اونا في ستة اوحاجة ايه ده انت كنت في ستة اوحاجة؟ او مال ده انا كنت من الضفع المصدوية انا اعجب بيت بيزيد يوم بعد يوم المهم اعجب باقي هنعمل له ايه ده؟ بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نغب ونعمل هادن ونضرب ايميلين عرفي بالسريع ايه سامر بقولك ايه؟ انا لازم نضحي شوية عشان قصة حبنا التقدمية التقدمية؟ ايوه؟ خلاص نعمل دي المابابة على الستة لايت ونحدد مع معايت انت يا ودي انت انت في مدرسة ايه؟ انا بشبه عليك لشوفتك قبل كده الايكون كولوجيوني سكول يا تط اه عرفاها مش دي تجريبي؟ ومهلو لما يجرب ياختي ايه الحياة لحبيبتي كلها تبارغ شوفي يا ابني انا عايزة اعرف ايه حدود العلاقة اللي بينكم لاني اخشى كأم يعني من العلاقة اللي بينكم المشاكين الياسمين يا طنط اخلاقها انت عرفت اخلاقها دي من ايه؟ لما جيت الشارق بتات يعني علشان اعرف عداد الطاقة الزرية هي اللي فتحت للباب اللي اقول لي يا اخويا احنا جبنا كام الشهر اللي فات مش باكر بالضبط بس حقالي 25 في زواية 25 في زواية يا حرامية ابقى انتوا اكيد برضو ضيفتوا الزبالة على الطاقة الزرية ايه؟ انا مش دافع مش دافع ايه انا مش دافع وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السنة القادم يا حبيبي هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجة غير انه قارق بيجي يقرأ العداد ويسجله ويلفلفهم بيه طلعت الزبالة النهاردة اه؟ هو هو مين اللي طلعها انبارح؟ انا يبقى الدور عليك النهاردة يا حبيبي لما فدحيت للباب خرج من يعنيها شعاع لغضت الثانية جواي وخلط بين الخجل وطاكب بين الملاتيكية وانت خلاص هي دي القوزي اللي ممكن اكمل معا حياتي قوزي؟ طب يا حاجة دولة يا مدام دبحين قوزي ما عايزين قوزي ايه بس يا لحاج بس مهم اكمل كلامك يا ابني بعد كده ايه هتاخد معاك القوزي دي تلف معاك تقرى العدادات؟ المهم يا عمي انا بمتلك ايدي وطالب منك القرب في اسمين يلا يا جماعة نقرى الفتحة تقرى الفتحة على رجلي متقوم يا رجل آمين الف مبروك يا ابني الله يباريك الف مبروك يا حاج دولة الف مبروك على ايه بس يا لحاجة رمزي بس يا لحاجة رمزي والنبل فتحة تيلا هتقراها يا ابنة انا مش هنفع اقرى الفتحة معاك لازم حد كبير اقدر اتفاهم معاها فين اهلك؟ اهلك؟ وما الاهلك حاجة زي كده؟ وما الاهلك ازاي؟ ما انا لازم حد اتفاهم معاه في تفاصيل الجواز تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل وبابا يبقى ينزلها مع الكمبيوتر يعني يبقى رد على بعض بقى في المسينجر ماسينجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني تتكلموا في ايه؟ ايميلات ايه؟ وبتاع ايه الزمن الغريبي اللي احنا فيه ده؟ فين ايام زمننا؟ وايام زمن بقى الفن الجميل والاستاذ تمر حسنا؟ ايه اللي استاذ سعد الصغير كبر ما شاء الله للوقت ايه الزمن المخبر ده؟ يا عمي يا عمي الدنيا تقدمت ده خلاص المسطلعت زوحل ده انت اللي ليلتك زوحل بص لاما اهلك ييجوا ينهوه ويطلبوها بنفسهم لاما مفيش جواز والجاتو ده يتشال تحط في التلاجة لغاية ما ييجابوه ايه حجدولة طب يعني افرد ابوه اتأخر يعني افضل جعان كده؟ نورتنا حج شربيني اهلا وسهلا اهلا وسهلا اه حضرتك انت وصلت بعد ديئة وربع من ساعة ما بنكلمك اتأخرت علينا قوي يعني لكن عموما احنا ندخل بقى في التلاطيل عشان نختصر الوقت اتفضل يا سيدي ادخل براحتك انت هتخوفني ولا ايه يا أستاذ علي؟ احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمرة طبعا يعني لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيسم انت مرتبك كان بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله انا يا عمي مرتبة يعني انت عارف ان انا لسه بادي حياتي يعني؟ قول قول اخلص اخلص عمي انا باخد مئة الف جنيه بالشهر ايه؟ مئة الف جنيه بالشعرك ده؟ نعم اليوم مئة الف الف جنيه انت تاخد البنات كده هوبتوا عن الناس بنات الناس تمرمتهم معك يا بابا دي حياتنا يعني ولازم نبدأ في الاول وإحنا تعبالين ايوة يا بنتي ما احنا برضو عايزين مصلحتك وانت فكري ان احنا قصدنا نضيقكو ولا نضركو بالعكس يا بنتي بالعكس لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى بألفين جنيه جازة الزيت الزقبقي اللي مبتقعدش على نص طبق سلطة بخمس تلاف جنيه تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل يا استاذ عادل ما تدقش في الحكاية دي ما حدش بيبادش من غير عشاء يا استاذ ايوة ما بيبادش من غير عشاء بس مش معقولة كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايها هيتقضوها يعني واجبة واحدة في اليوم دي نفس الدقة يا استاذ برضو شوف لك دقة تانية والله هي ممكن يعملوا ميزانية مجدولة ويمشوا على اينه نطل بعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في المفاعل نوع جنبنا اينا في الطلبية مش المفاعل نوع بتاع الطلبية اللي بيعمل حلوة المورد ايه؟ يا ابني ده موسمي يعني بيشتغل شهر واحداشر شهر ما بيشتغلش احنا نتكلم في المفيد بقى حتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزة الالكترونية كلها بتبقى على العريس يعني عندك مثلا بوتاجاز اتنين عين طاقة شمسية هم؟ العريس دي معروفة وبردك الغسالة اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف دي كلها بردك على العريس وانا ايه يعني؟ وكمان معروف بردك ان على العريس الساتلايت ايه يا حاج دولة؟ لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشدلهم وصل الدش من على اول شيء بس يا حاج رمزي خليك انت في الجاتو ده عشان يا ربي يجبلك سكر عشان الخاطر هيسم ماشي وعايزين مروحة طائرة تحت السيطرة في كلها انا عايزة تسالو بيت وعش انا بقى انا عايزة عايبود وانا عايز موبايل بص يا ابني احنا اهم حاجة عندنا مكنة تأشير الكوميترة هي دي بقى الشعراية اللي قطمت ضهر الخروف انت كده عايز تبوز الجوازة يا استاذ عادي تبوز الجوازة ايه؟ معروف ان مكنة تأشير الكوميترة بتبقى على الخروف على العريس يعني معروفة ايه؟ لا يا عمي عمي انا مسمع لكش لو سمحت كده موز عليا حفر عيوني يا اسمين انا هجيب مكنة لتفسيس الطوب اه؟ ليه؟ فو انت ما كنتش عايزة كيب كمان مكنة لتفسيس الطوب النابن ده مكنة لتفسيس الطوب والمقشرة الليزر يا مخروفة الاخدي على العريس طول امرنا عفية يا ماما يا ماما ممكن نجيب من حاجات دي بعد الجواز حاجة في حاجة يعني يا بنتي انت مش عارفة مصلحتك يعني هتكلي الكوميترة باشرها معدتك يوم ولا اتنين وهتبوز يا عمي يا عمي احنا شباب زي الفل ولسته في صحتنا ومعدت ما تقدر تهضم اي اشر انا بقول يعني لو لو هو عنده شقة بيش لحمة لو عنده شقة لتش هيفة كده؟ طب بص يا ابن بالنسبة للشقة بقى انا مش عايزك تاخد شقة في بورجة خرصاني من بعد الزلزال بتاع الفين اتنين وعشرين الواحد بقى يخاف من التوابع لازم العمارة تبقى على كبال وعلى باكم انا ما عنديش شقة ايه؟ ما عندكش شقة؟ يا اخوانا حلموكو على الولد مش كده حلمينا ايه يا عم بالسجار بتاعك ده بيقولك ما عندوش شقة يا عمي يا عمي اسمعني بس انا يعني انا شايف ان الشقة هنا جميلة ووسعة وبرحة فقلت يعني هسكن معاكم تسكن معاك ده انت كمان جايبا لنا عريسة عمى شايفلك الشقة واسعة وانت محوشش فلوس ولا ايه؟ يا عمي حوشت بس كل حيلتي يعني اربعة مليون جنيه يعملوا ايه يعني؟ ايه؟ اربعة مليون جنيه؟ اهبايا يعني يا باب بداية ايه وهباب ايه؟ ده دلوقتي اقل شق اربعة متر دلوقتي في العشوائيات الزكية بعشرين مليون جنيه على الان يا باب انت ممكن بس تستحملونا شوية لحد دم انا اعمل جامعية مع ام ميربت بمتين وخمسين الف جنيه في الشهر ويعني انا هجيبتك قودة كويتش من الي بتتتنفخ دي وينما نبقى ناصحه من النوم نبقى نهيه تاوها؟ موافق يا عادل عندما اتوافق يا عادل موافق يا عادل واثق يا عادل هووا لكبابا graduated شو موافق يا عادل…بي يم ما في عادل؟ يا كبوس كبوس فظيعة رمي خير اللهم اجعلوا خير بقولك ايه انسي التقم البايركس الحراري ده خالص رجعي لو سمحتي ودخلي ياسمين بجمعية باتنين جنيه في الشهر تقم البايركس ده مش هيبقاله اي لازمة في المستقبل ده ما هي عادل حرامة علينا نلقي على عاطق البنت مسئوليات اكبر من حجمها اسمع الكلام اللي انا بقولك عليه انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرأ عددات وخصوصا ع Dru menummim بقولك اي اهو اسمع الكلام اللي انا بقول ياسمين اوعي توفتح الباب لاي حد يعني ما لهاش دعوه بيه انا بقولها عشان مصلحتها وأنا بقولها عشان اقلس عليها يعني هيا بتعمل انت بتقول يا عادل ابن انت فام Citizens لينا PRESIDENT فاهمية انت امها اوعي تفتاح الباب وخصوصا لاي حد اتعداد اتعداد مش اتعداد اتعجب عليها اشتركوا في القناة شها راجب وانا الحق تأوها شكانة يا أستاذ منير ده يعني حضرتك كنت عندي مبارح بالليل في البيت يعني يا أستاذ عادل انا بجالي 15 سنة بوزع بضاعة لكل البزارات في مصر ملاجتش لأجدع ولا أنزه منك تقول للفلوس حتكون عندك السبت تكون عند السبت ونعم الرجال ده قال واجب يعني حضرتك طبعا زوءك مغطينا طول الوقت يعني قد تلاقيك مستغرب أن قلت لك نتقابل في الجهوة الأفرنجي دي آه والله مستغرب وخصوصا أن حضرتك أول مرة تخرج بره مصري يا عادي يا عادي يا عادي يا عادي كنت يدك تقيلة قوي خلينا في موضوعني أنا لما كنت عندك مبارح بالليل يعني لمحت الستة المبجلة لحماتك لمحتها بس والعادي يا عادي يا عادي يا عادي يا عادي يا عادي انت عارف يا أستاذ عادل أن أنا راجل محترم ومؤمن أن أجرم مسافة بين نقطتين الخط المستقيم وعلى شانك دي أنا طالب الجرب منك في حماتك مناير يعني حضرتك جمايلك طول الوقت عمالة بتزيد بتزيد مش عارف عملك إيه يا عادي جمايل إيه يا راجل دي ست كمل جمال إيه ورجت إيه وشياكت إيه يا سلام كل ده من لمحة واحدة بس اه اوع اوع مهم انت فاتح الستة حماتك في الموضوع دي ومستن منك الرد بكرة موسيقى 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 هو السعيدي آه بس مودرن يعني ومشاء الله بسم الله ومشاء الله عنده فلوس بالكوب الله أكبر إيه دا؟ لحيتي تخافي عليه؟ إنكوا بتاخدوا رأيي فأنا شايفة إن الراجل السعيدي بيتميز بكونه راجل قابلي بلس إنه هو دائماً بياخد باله من الأنسة بتاعته خاصة في فصل الصيف فصل الصيف دا على أساس يعني إن فصل الصيف الأنسة بتبقى رائدة على البيت انتوا ليه بدخلتوا هشاء الزراعة تسمى حيوان الستة دي؟ يا السلام التارية التارية بس على فكرة بقى مامي مش ممكن توفق على حد غير لما تقوم بدراسة شخصيته دراسة محكمة شرب يو شرب يو عادل بقول يهو قالك يعني؟ هو يا ستي قال يعني إنه هو لمحك وإنت معدية ايه الكلام اللي انت بتقوله دا يا عادل؟ مامي من الساق شرب يو شرب بقولك حالس أنا ما كنتش عارب إنك مصيبة كده يا عادل طيب هو يعني لمحني إزاي؟ لمحك إزاي؟ دا انت شربت تلاتة شاي في نصف ساعة ورايحة جاية رايحة جاية قدامه يعني وبعدين مش راضي يتعدي من وراء الترابيز بتعديلون قداما التلفزيون طبعا مامتي من النساء التي تتميز بالخطط الخماسية المحكمة حتى تصل لهدف في أقرب مدى إا ايه شبيلت والله يا رانيا انت بتقولي كلام أنا مش فقى مخالص يعني لكن عموما أقوله ايه بقى أقوله أوكي؟ ايه اخسى عليك يخسار التربيتي فيك ايه يا ماما بس فيه ايه الراجل اللي انت عرضته على حماتك وهي فضلت تتحنجل لحد ما طب فيها طب وفيها ايه بس يا ماما الراجل كبير اصلاً ما نفعش لسناء سناء ده ايه انت قصدك عشانك ايه يا ماما احنا هنعيده تاني يا ماما وفيها ايه يا ماما فيها ايه لما نعيده تاني وثالث مانا لسه حلوة وفعز شباب خلاص يا ماما او عيدك المرة الجاية هنزلك الملعب ده بتضحك علي ده ما متحكش عليك بس انت سخاني سخاني طمني يا استاذ عادل يا استاذ مناير ما تلاقش خالص هو اللي في وضع حضرتك يقلق من اصله يا حنم وفكة يا حنم وفكة بس حضرتك محتاج تاليين شوية تاليين؟ هو مطورة عربية ولا ايه؟ لا برضو يعني الست لازم يعني تتعرف عليك وتختبر شخصيتك وكده يعني بقولك ايه يا استاذ عادل انا هاجي عالجواز على طول احنا مش عيال صغلطتين انا هجيب المأزون معاي نكتب واسحب هامشي تسحب ايه يا جا موسى ما رازم بانكو السفر تحس ان انت مدلوق عليها فتقوم اديالك ريء حلو تقوم مدلوق انت اكتر فتقوم ميلالك شوية تقوم انت بقى مدلوق اكتر ومخرق الدنيا يا مرة كيه وامسحي يعني بدل ما اخش عليكم بابو كيه ورن اخش عليكم مساحة يا رورو هاتي لي الخياراتوس اوكي يا مامي بقى اتاعوا هاتي ليه يا رورو الخيار يظهر العريس بيحب السلطة ملكو يا حبيبي وقفين كده ومدغزين ومملاعين نار ليه من القرف اللي حطها على وشك استيبيه على وشها على اقل ان تحرم منو شوية هتتحرموا منو على طول يا مامي وشها داي الامر اساسها انتو مش عالفيه لما العريس شافها عال ايه احسها بالسعادة وقال هزي هي المرأة التي سوف تعيده لي الشباب الزاكرة من جديد رانيا اه بالامارة جوزها اللي هو عبوكي طفاش منها بابا كان عيان يا طنت اه عيان بالنقطة دي مش تجيب نقطة يا ماما دي تجيب تمانين تسعين مليون نقطة اه 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 اموتوا بقيفكم على الاقل هو الوحيدة اللي في البيت اوجب بيها اه انا اه عشان بيحب الاسرار بيحب الـ تحفة فنية تحفة رائعة الجمال تحفة سوف يعلقها على الحيطة أو يدلدلها من السقف أو يربطها في رجلي الترابيزة دي دون كلام المنايل اللي بتقوليه دا يا حبيبتي لا لا كفاية إنه الراجل غني وهيعيشني أنا وبنتي ويستتنا لغاية ما يكتشف طبعك المنايل وبعدين يدفش شوف الغيز والحقد يا ربي مش ماقول على الأقل هكنت لاتب شقة وفلوس المعاش بتأتي هكون مدكينها في البنك برضو هيعيش مالكها مالكة الشحتين هو أنت فاكرة نفسك إنك هتقبضي المعاش بعد ما تتجوزي ليه يا ماما ليه؟ ليه بتنبهيها؟ سيبيها تلبس فلحات ويتقطع المعاش إيه؟ مفيش معاش؟ هتقطعاني المعاش لو أنا تتجوز؟ لا لا سمعوا بقولكوا إيه؟ دي الفلوس بتاعة المعاش دي أنا هحطها في البنك وهحدكينها عشان يعيش بقى برحة لكن تلع هو وحش تلع حلو برضو هوعيش مالكة هوعيش بالفلوس اللي أنا دكناها من المعاش لا يا أمي لا صعب صعب أي راجل في الدنيا مهما إن كان قدراته يشوفك ويقدر يستغنى عنك فأنت سيدتي المرأة المكتملة مكتملت إيه؟ 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 إن أنا أعيش من غير المعاش؟ جميل مقدرش مقدرش أنا موت المعاش ده مهيب جدا في حياتي بقولك إيه؟ قم اعمل إنا كوبايتين شاي نعدل دماغنا لا يا ماما أعمل كوبايتين شربات عشان جنازة أعزي جوازة مجيدة وأطع المعاش ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هتخلي معاكي الورقة والنسخة الأصلية ولو تنطط قدامك إياكي تبديها له ما تعمليش زي البنات العبط طب إفريدي فوق المعاش عارفين وحيعرفوا منين بس دول هم ورقتين خفاف خفاف واحدة معاكي وواحدة معاك ولا مأزون ولا أي حاجة ولا كلام من ده والمعاش هيفضل شغال زي ما هو يا بنتل إيه يا نجلة دي أفكار بقى كده كده لا 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 العيلة دي جدنينة دي بنت رسمي مان هو الطوعيعة في موضوع الجواز العرفي ده بس بقولنا بي خليك انت كده في الهبر اللي انت فيه ده ياريت تطلعي كده نص أختك بطلي عطل يا حماتي الراجل قاعد مستني برا طب استنى شفايا بس لما صبت نفسي وعد دي زبطي نفسك إيه بس يا حماتي ده انت زي الأمر من غير أي حاجة برسيعة بقول لحبيبي يلا خلاصي إخلاصي أهلا وسهلا أهلا وسهلا من أور والله يا أستاذ منير يا سلام إيه النور ده أنا مش عارف المجابلة دي لازمتها إيه ما كنت جبت المأزون وخلصني ولا مفيش قبول لا إزاي بقى مفيش قبول إن شاء الله القبول موجودة بس طلبة أنها تشوفك وتتعرف بيك مفيش حاجة يعني مساء الخير يا نساء النور يا أرض حفظي ما عليكي طيب أستأذن أنا بقى يعني مش معقولة هقولك أروح أعمل شاي والحركات دي انتو كبار يعني أستأذن أنا قبل ما المرور يقفل يعني سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا الجعمة أتفضل يا أتفضل يا أتفضل يا حضرتك أهلا أخباككككككككككككككككككك أهلا 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 حضرتك بقى قاعد هنا ولا شوية في مصر وشوية في البلد أنا يا هانم شوية كده شوية كده لكن بعد كده أنا بقى حبجأ هنا هلطول هتبجأ هنا على طول يعني آه انت ما عندكش شقة لا يا هانم ما عنديش شقة أنا عندي فلي أهلا أهلا يا سلام برافو برافو عليك ودي بقى اللي حنستجر فيها على طول بعد الجواز ولا أنت إيه رأيك رأي رأيك أي هه يعني نجيه بالمقزون أه شوف بقى أنا أصل إني عندي شوي التحفظ على المقزون ده مش فاهم إيه يعني توكثني مش لادد عليك مقزون المنطقة عايزه مقزونة ثانية لا 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 انت مش فاهم أنا أصلا حكايتي المقزون دي أنا ما برتح لهاش طب حنتجوز في لنا في الصبر مركب الدم الخفيف ده يقدش عليك وعلى قطعي ده دم أنا أحب الرجل دمه خفيف قوي دم خفيف إيه هو تجيل إيه يا هانم أنا دم نشف أنا بدأت أجلد وفين الأستاذ عادل إيه حكا يا هانم بس يعني أنا بحب الجواز العصري يعني الناس بره بيتجوزوا كده عشان فيه ثقة ما بينهم فاهم يعني؟ لا مش فاهم أنت بتقولي إيه يا هانم حاجة إيه وصيجة إيه؟ أنا بقى وثقة فيك لأ أنت شكلك ابن حلال خالص يعني أسحبك من يدك ونروح لا أنت مش فاهم أنا قصدي يعني أنت ما سمعتش أنا حاجة اسمها جواز عرفي؟ إيه بقى أنا المعلم المنير بعد العمر ده كله أتجوز عرفيك أعوذ بالله وبعدين واحدة في سنك إنتك دي تعمل كده إما للعيال الصغمططينة يعملوا إيه؟ لا 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 أنت أفهمتني غلط خالص أنا ستة محترمة محترمة تيه ونيل تيه؟ أفريدي يا هانم الورجة دي ضعت عيش في الحرام؟ لا أنا عندي نسخة أنا معي نسخة بتاعتني أفريدي تديه نضعه؟ أفريدي تبت ليه الجداد يا أخي؟ عوذ بالله أنا مستحيل أعمل حاجة زي جديه ده حرام 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 استنى بس يا أستاذ منير السنة فيه إيه بس؟ ده حرام؟ يمكن مش حرامي أما ترون مثلا أو الحال أنت بتزعق ليه؟ بزعق ليه؟ شوفوا السيد المصونة بتقول إيه؟ وبعدين تبجي أكلمني؟ جلبات محترم جال لا 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 شاميه ما اسمح لكش أبداً تسمح لي ولا ما تسمح ليك؟ أنا مات فيك فان الباب أهو أهو البيع انت عملت له إيه؟ ولا حاجة قلت له نتجوز طيب وإيه المشكلة؟ نتجوز عرفي إيه؟ نتجوز عرفي إيه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي ده؟ ودي فيها إيدي كمان ديها إيه إيه؟ يعني انت باباكي ومامتك رفضين الجوازة فهتيجوزوا من وراهم حرفي ما هو أنا لو اتجوزت راسمي المعاش بتاعي حيروح آه صح طب وإيه المشكلة ما هو الرجل هيصرف عليكي؟ جي السلام وافرت بقى إن شاء الله طلقني هتشحطت أنا وبنتي ونشحط لوحدنا في الشوارع؟ لا ما تقلقيش مش هتشحط لوحدكم إحنا هنشحط معاكو طبعا طب أنا ومش مهامي بنتي بقى دي زنبها إيه؟ أنا عايزها تتربى إيه ده؟ وإنتي اكتشفت دلوقتي إنها عايزها تتربى بصي بقى أنا مش مستعدية إن أنا أخاطر بمستقبلي كفاية قوي بقى اللي أنا فيه عموماً أقسبين أنا هتصرف أنا أحاول أقابله وأفهمه لا أحاول إيه؟ ده أنا لازم أقابله وأفهمه المهم إن إنتي تمشي بقى دي يعني تتجوزي إن شاء الله إيه إيه يا رامز إيه حزمت البطاعة بالنعلم ممونية؟ آه يا دولة دة زبون لقطة يعني بقى هم لنا مبارح و جاي أشتروه من النهاردة إنت متركز ليه؟ إنت تنفذ اللي مطلوب منك وخلاص مش مطلوب منك تركز خالص إتفقنا؟ إتفقنا لأ مهم عايزك تركز معايا يا جامد قوي الشنطة دي فيها هدوم صعيدي وفيها شنب عايزك تلبس هدوم الصعيدي دي وتلزق الشنب وتجيله على طول ايو هدولة بس يعني انا عايز افهم دلوقتي ألبس الشنب والزق الهدوم ازاي ليه يعني هدوم هدولة هتلزقها يا غبي هتلزق الشنب الشنب ده هتلزقه كده هو على خلقتك ماشي عارف تلزقه بايه؟ عارف الغير على الحمص اللي هو بتاع النجارين ده تجيب شوية كده هو وتغليهم واعدين تاخد منها وهي سخنة تقوم لازق الشنب واللي يفضل اشربه يلا اتكرع الله وهتجيله على هنا هو وتقولي انا جاي طالب ايدي الست مجيدة حماتك سهلة دي؟ سهلة جدا دول انا جاي طالب ايدي الست مجيدة حماتك سهلة اه بس بالصعيدي بقى بتاع فتكلم صعيدي؟ يوه طبعا طب وريني كده اوعى كده ملاخت الكوم الكوم هو ده صعيدي ده فلاحة بل يد صعيدي يلا لازم تاخد نفس خد نفس ايوه ممكن اخليك ما تخرجوش لغاية ما تموت بس تقول ايه بسوق قوي اوعى كده ملاخت الكوم اوعى كده ملاخت الكوم ما تطوتش الكوم خليه نفسك اوعى كده ملاخت الكوم اوعى كده ملاخت الكوم ما تكروتش الكوم برضو تطوتش اوعى كده ملاخت الكوم اوعى كده ملاخت الكوم ألو ألو أيوة أيوة يا معلم مناير أنت بقيت فين؟ أنا وصلت أهو وصلت إيه؟ قربت من البزار يعني ولا إيه؟ أنا جوة البزار جوة البزار وفتحت عليها ليه طب يا معلم أهلا وسهلا أنا مفيش بيني وبينك لكلام ولا شكل يا معلم اللي أنت عايزه يا معلم أنا عموماً بضعتك كلها جاهزة إيه لو عايزت أخدها أخدها مش عايزت أتعامل معايا تاني براحتك بس أنا عايزة أوضح لك الصورة بس صورة إيه يا راجل صورة إيه؟ ما الموضوع واضح خلاص الموضوع بح خلص خلاص ماشي خلص خلص بس أنا عايزة أفهمك إن الست مجيدة ما قالت لك إنها عايزة تتجوزك عرفي ما كانش عشان حاجة وحشة عشان المعاش بتاعجوزها ما يروحش عليها ما يروح يا أخي هيها هتتجوز راجل ولا رأس كرمبي أيوة أكيد راجل طبعاً يمعلم بس افرد يعني انفصلتوا ولا طلقتها تعيش منين الست يعني؟ يا السلام يا أخي أحط الهوى دي عجده في البنك ومن رعه تاخد أكتر من المعاش يا أنا عربيات ده كده يبقى تمام قوي هي عبقى مش محتاجة المعاش فعلاً كده ممكن تتجوزوا راسمي 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 عرى بركة الله اجدهنتوا ناس محترمة أيوة أما أنت كنت فاكر إيه بس يا معلم عارف سيت المجيدة دي من ساعة ما جوزها الله يرحمه اتوفى وهي ما شافتش الشارع بعنيها شوف المهر والشبقة اللي هي عزاهم والله كده يعني ادنا خلاص الربطة عياد ده كتير والله يا معلم وطمان الفلة بتاعت مصر الجديدة هكتبها باسميه كده عياد خالص يا معلم ماشي والله يا ربنا يا بريك لك أمعلم ألف شكر اوها كده ملاخ تكون اوها اوها كده ملاخ تكون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا خلاص يا خلاص يا خلاص يا انت كل عمار يا أستاذ دولي أني طالب يدي الأنيسة حماتك أنيسة حماتك اخذي امشي خلاص مقلك ايها معلم ايه يا معلم مصالحنا يا حمار انت شفتها فيها يوه او مش يوه يوه يعني مفيش حاجة يقوله تكلها بالله يوه اصبر انت يا أستاذ عادل انت شفتها فين يا معلم اني يومات ابنة جابل يا معلم وإذا ربما بروح لها البيت ما يقصدش يا معلم بالله ما يقصد يا معلم يعني بص حضرتك على فكرة بص بقى انا هقولك من الآخر الواد ده أساسا الواد رمزي للشغال معايا هنا في البزار وهو متنكر عمل صعيد عدل العينيك خلاص والشغال ده بص لازقه لازق انت لازقه ايه كان يا أستاذ عادل انتو علشان تسطروا على البنية دي لازم انت تجوزوا هالي تجوزوا هالي يا اكدهبكة مصرمية الحمد لله ان ربنا عن قصد من الجوازة دي يا أستاذ عادل البضاعة دي مش عاوزة وكمان الفلوس مش عاوزي سلام عليكم بقولك ايه مفيش سلام عليكم هو عقد دولة هو مش لا دولة دولة يا دولة ايهو عكيدا ملاختي كون ما اقول دي البتخلاص ترجمة نانسي قنقر